كاملين معاكم فاكرات نهارك سعيد وفي الوقت ده دايما كل سنة بنسمع زغارية منطلقة من بيوت كتيرة جيدة مصرية وعربية وإسلامية بشكل عام عشان واحد من أهل البيت رايح عشان يؤدي فريدة الحج أكيد الفرحة بتعم البيت كله وأكيد كلنا بنبقى فرحانين بعيد الأطحى وبالحج وبتأدية فريدة من الفراد اللي ربنا أنعم علينا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها فطبعا يعني الوقت ده بيفرحنا كلنا كل سنة خصوصاً النهاردة هو انطلاق أول يوم من أفواج الحج البري من مناء نوابع فحيكون حلقتنا النهاردة عن الحج وعن فضاء الحج وعن مناسك الحج ودوره في حياتنا ايه مع فضيلة الشيخ الدكتور شاوي عبداللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة أهلا بحضرتك طبعاً أول حاجة عايزة أسألها لحضرتك بقى نرجع زكرة ورا شوية اللي بتدي نتكلم عن بداية الحج كانت ازاي وازاي رسول عليه الصلاة والسلام دع الناس للحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين وبعد فإن فريضة الحج فريضة إسلامية دعا إليها الإسلام وهي من الأركان الخمس التي لا يؤمن لا يقبل إيمان مسلم إلا إذا أتى بها كاملة غير منقوصة والحج هو حج بيت الله الحرام فرض على كل مسلم قادر مستطيع صحيح البدن ملك زاداً وراحلة عملاً بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً وحج بيت الله الحرام قديم بقدم الإنسانية فقد حجه آدم حين خطت له ملائكة السماء مكان هذا البيت وأقام آدم البنيان وبمرور الزمن حجه جميع الأنبياء والمرسلين حتى أتى سيدنا إبراهيم عليه السلام فأمره المولى تبارك وتعالى بأن يرفع قواعد البيت ويساعده في هذه المهمة الإيمانية ولده إسماعيل عليه السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نادى إبراهيم عليه السلام أمره المولى تبارك وتعالى بأن ينادي وبلغ صوته كل من في الأرحام والأصلاب فلبوا هذا النداء من هذه كلها بداية بناء البيت إلى أن جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم وأمر أيضا ودعا إلى هذا الركن الركين من أركان الإسلام وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أصحابه تلك المناسك وعلمنا من خلالهم تلك المناسك بقوله خذوا عني مناسككم ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد الثالثة لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم ومن هنا نؤكد للجميع ونحن خاصة وسط هذه الظروف الصعبة الاقتصادية التي يواجهها أبناء مصر وبعض البلدان الإفريقية وغيرها يجب علينا أن نرشد عملية الحج فرض المولى تبارك وتعالى وبيّن الرسول بأن الحج مفروض على المستطيع الذي يملك الزاد والراحلة وخلافه ويأمن الطريق مرة واحدة في العمر أقول لأصحاب الأموال الذين يريدون تكرار الحج وظفوا هذه الأموال لخدمة بعض المصالح التي يحتاجها وبعض المرافق التي يحتاجها أبناء مصر وسط هذه الظروف زي بناء المستشفيات ومساعدة الأيتام والأرامل وغير ذلك وإن شاء الله سيكون لهم أفضل مما سيكون من ثواب الحج أو العمر الحج الركن الوحيد من أركان الإسلام المشروط هل الشرط هنا بمعنى أن يكون الإنسان مكتدر مديا فقط ولا مكتدر من نواحي أخرى لا هي الاستطاعة في السرط كالآتي أولا أن يكون يملك النفقة والنفقة يقصد بها نفقته في الزهاب إلى بيت الله الحرم والعودة مرة أخرى وأيضا النفقة التي تخص أهل بيته كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت يعني يوفر لأبنائه وأهله أيضا ما يعنيهم وما يحتاجون إليه من طعام ومسكن ومشرب إلى أن يعود إليهم وأيضا تكون لديه النفقة التي تمكنه من أداء الفريضة ولا يحتاج إلى مساعدة أحد وهنا أيضا أنبئ إلى أمر هام البعض يقول يلا توكل على الله ويذهب وهو خاول الوفاد أو خاول يدين ويتسول نقول له إن الإسلام لم يأمر بهذا ويمكن بنسمع بين يوم وآخر عن بعض المتسولين الذين يتم عليهم القبض في المملكة العربية السعودية ويعودون إلى الوطن وبجريمة نقراء إن شاء الله يعني من يملك ولله على الناس حج البيت من استطاع ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أكد وبيّن هذا فأولا أن يملك نفقته وزاده قيمة التسكرة والمأكل والمشرب والمأكل والمشرب أيضا أن يكون صحيح البدن صحيح البدن يعني ليس به أمراض تمنعه أو تعوقه أو تتضاعب تلك الأمراض بأداء تلك الفريضة لأن الإسلام دين السماحة دين أن يأمن الطريق كل هذه وسائل تدخل تحت بند الاستطارة الذي بيّنه المولى تبارك وتعالى أكيد